أهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة والقاء بيجمعني بحضراتكم في برنامجكم حدث في مصر يعني ترميم الأثار عالم مليء بالأسرار الحقيقة وهو مهم ليست بالسهلة ولا بالقليلة لأنه بيعتمد على مراحل كتيرة جدا ومواد كتيرة جدا كل ده هنتعرف عليه النهاردة من خلال حلقتنا وعملية ترميم الأثار من داخل مسجد سنان باشا الواقع بمنطقة بولاء أبو العيلة هنتعرف على أهمية هذا الأسر وكمان أهميته التاريخية هنتعرف عليه أكتر ونشوف عملية الترميم المتعجدة في مسجد سنان باشا تابعونا في حلقة جديدة من برنامجكم حدثة في مصر أهمية مسجد سنان باشا التاريخية وموقعه داخل منطقة بولاء أبو العيلة هيكون لنا لقاء الآن وكاميرا البرنامج مع الأستاذ محمد مصطفى مدير أثار غرب القاهرة أهلا بيك فندم أهلا بحضرتك نورت منطقة عصار غرب القاهرة أهلا بالتلفزيون المصري أهلا بالسيد الأفاضل بداية أنا حابب أعرف يعني المكان وأنا شايف أن الحقيقة مسجد أثري كبير وبناء عظيم موجود داخل حي بولاء أبو العيلة يعني حوالي المنطقة اللي حوالي الناس عايشة هنا ازاي شايف المكان ده ازاي أهمية هذا الأثر وتوجوده في هذا المكان بداية نحن نتكلم عن منطقة أثار غرب القاهرة اللي موجود فيها جامع سينام باشا منطقة أثار غرب القاهرة هي من مناطق القطاع الأثار الإسلامية والكبطية المهمة جدا بتنقسم إلى ثلاث مناطق منطقة أثار بولاء منطقة أثار بولاء فيها 17 أثر من أهم الأثار الموجود فيها جامع سنان باشا جامع مصطفى جرباجي الشهير بمرزة مسجد السلطانة بولايلة وفيها بعض الوكالات زي وكالة السلمانية وكالة حسن باشا المشانات اللي هي الوكالة الوزير فيها التكاية الرفاعية فيها متحف المركبات ديت أثار منطقة بولاق عندنا في تاية سانيا أثار منطقة الزمالك وبرضو فيها أشهر الأثار الموجودة فيها حضرقة الأسماك حضرقة الأندلس ودي من أشهر الأثار الموجودة في الزمالك عندنا منطقة أثار شبرة وهي أيضا فيها جامع أو مجموعة الخزندارة وفيها أصر الأمير عمر طوسون النهاردة احنا في منطقة بولاق اللي فيها جامع سنان باشا هو من الأشهر المساجد الموجودة ولكن الجامع دوت بيعاني معاناة جديدة بوجوده في منطقة صناعية في منطقة بولاق أبو العيلة منطقة بولاق أبو العيلة هي منطقة شهيرة جدا ولكن للأسف هي مش موجودة على الخريطة السياحية كونها موجودة فيها منطقة صناعية صناعية كبيرة مأهولة بالسكان منطقة صناعية وتجارية وفيها يعني فعلاً المنطقة المحيطة مليئة بالزحام وده ممكن يأثر على الأثر يعني إزاي كان فيه مشكلة على الأثر من تواجده في هذه المنطقة احنا المشكلة الكبيرة هنا الوقتي العامل التلف اللي موجودة احنا عامل التلف عندنا بتنقسم لجزئين لعامل التلف بشرية وعامل التلف طبيعية عامل التلف البشرية سواء عامل التلف بتنقسم إلى عامل التلف متعمدة وعامل التلف غير متعمدة عامل التلف الغير متعمدة وهي بتنقسم إلى عدم الوعي الجهل الفقر الموجود بالمنطقة أو السكان الموجودين بالمنطقة وعدم اهتمامهم بأثار المنطقة مش عارفين كونة أثار المنطقة عامل تلف متعمدة اللي هي التلف البشر اللي موجود التلف البشر الموجود متمثل عندنا هنا في المصانع والورش اللي موجودة وهي أعمال سقيرة كلها أعمال حديد وبيع وخردة وفي أوناش وفي عربيات كتير أون موجودة دي نتج عنها اهتزازات الاهتزازات الأرضية الموجودة بتأثر على المبنى الأسري اللي موجود فإحنا هنا في دور وزارة الأسهار قامت بدور كبير جدا متمثلة في قطاع الأسهار الاستمامة وكبطية برئاسة الدكتور جمال مصطفى في توجيهات حاليا للإدارة المركزية للصيانة والترميم بعمل صيانة وقائية لجميع أسهار المنطقة وتمثلة في جميع سنان باشا احنا عندنا هنا الصيانة الوقائية هي أهم من الترميم إنه لازم أولا نشوف حالة الأسر ومدى أهمية الأسر ومدى العوامل التلف المسببة الواقع على الأسر وبالتالي بيتم عمل خطة واستراتيجية نحن كيفية الحفاظ على الأسر هنا بالنسبة للأسر الموجودة عندنا في إدارة ترميم الضقيق المتمثلة في ترميم الضقيق في غرب القاهرة بيقوموا بأعمال ترميم الضقيق للأسر وأعمال رصد عمومية للأسر إنها بالنسبة للقيم المعيارية الموجودة لازم يكون مرمم الأسر يبقى عارف إيه هي القيم المعيارية المتمثلة في الحرارة والضوء والرطوبة دي أهم معوامل التلف الموجودة عندي فبيتم قياسات مباشرة هنا للأسر بصفة مستمرة عشان نعرف النسب الحرارة الموجودة ونسب الرطوبة عشان نقدر نعمل صيانة حقوقية فبيقوم الترميم الضقيق هنا متمثل في قطاع المشروعات بأعمال الترميم الضقيق هنا متمثل قام بترميم المنبر الموجودة عندنا في المسجد ترميم ضقيق دكة المبلغ بعض الحوائط الموجودة الحوائط الموجودة عندنا هنا فيها عوامل تلف كتير قوي ومتمثلة في نسبة الرطوبة عالية جدا فبيتم تنظيف الأحجار الموجودة وبنحاول بقدر الإمكان نحافظ على الأثر بموضوع الصيانة الوقائية بدأتوا بالفعل في عملية الترميم يا فندم والصيانة الوقائية؟ فعلا يا فندم بدأنا في الفعل في مسجد سينان باشا بدأ من فترة كبيرة في الترميم وإن شاء الله هو المسجد شغال فيه شعائر دينية قائمة فيه وعمال الترميم في نفس الوقت قائمة وبيتم المتابعة من قبل تفتيش أثار غرب القاهرة طبعا برئاسة أستاذ محمد شعرا ومفاتيشين القائمين على العمل وكمان هنا أصلا جميع الأثار المنطقة بيتم فيها عمل صيانة وترميم دقيق من قبل قطاع المشروعات متمثلة فيه جامعة عندنا هنا مسجد القضيحة إن شاء الله هنشوفه وجميع الأثار الموجودة في المنطقة سيد محمد حذيك ذكرت أمر هام جدا وهو يعني فيه تلفيات بتبقى متعمدة وتلفيات غير متعمدة ده بيستلزم من قبلكم أن يكون فيه عملية من الإرشاد بالنسبة للبيئة المحيطة أو الناس المقيمين في المنطقة أو بجوار المسجد هل هناك يعني لجان إرشادية من قبل وزارة الأثار متمثلة في سيادتكم في تواجدكم هنا في غرب القاهرة تمام يا فندم فيه في الفعل في قطاع الأثار السماء والكبطية إدارة الوعي الأسري وفيه توجهات عندنا في المنطقة بكيام المفاتشين المنطقة بتوعية بعمل جوالات لتوعية في المدارس الموجودة في المنطقة لتوعية الأجال بخاصة الأجال الصغيرة بحيث أن يتم معرفة الأثر ومدى أهمية الأثر بحيث نبدأ نحافظ على الأثر وكمان فيه حاجة جميلة جدا أن منطقة بولياء تقضع للقاهرة التاريخية بنطابق عليها قرار الوزاري رقم 90 لسنة 2016 الموضوع القرار الوزاري رقم 90 ده مهم جدا إنه هو بينظم لي المباني والمنشآت والارتفاعات الموجودة بالنسبة لعملية تقليل المخاطر أو القضاء عليها في خطة مستقبلية كده إيه اللي بيتم في هذا الشأن علشان يبقى ما فيش مخاطر بتصيب الأثر داخل هذه المنطقة وخاصة المنطقة اللي احنا شايفينها منطقة مأهولة بالسكان وفي نفس الوقت منطقة صناعية على حد ذكر حضرتك أول هام كيفية تطبيق قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في بعض مواد القانون ونصت على إن يتم المحافظة على الأثار ومنها نص المادة 56 من قانون حماية الأثار إن احنا شايفين هنا جامع سنان باشا سنان باشا ليه كمان حمام سنان باشا على بعد حوالي ما لا يتعدل 50 متر بالمسافة بين الجامع وبين الحمام فيه 11 محل الحداشر ورشة اللي موجودين دول في المكان دوت أصلا كان موجود السبيل بتاع سنان باشا وكان يتبع الوقف بتاع سنان باشا فبفعل مع قبل الجامع ده تم تسجيله سنة 51 1951 كأثر كأثر تم طبعا المحلات دي مبنية من قبل 51 وهي تبع وزارة الأوقاف وتم تأجيرها من قبل وزارة الأوقاف المنطقة الأثارية هنا الوقتي احنا عندنا قانون حماية الأثار طب فيه مواد لازم تفعل وتنفذ فبدأنا نعمل إجراءاتنا طبقا بس شفنا في القانون فيه نص المادة وخمسين أوضحت إن بيتم إخلاق شغيل المحلات اللي هتضر بالأثر أيا كان طرف العلاقة ده أكيد بيستلزم بقى سبل من التعاون بينكم وبين جهات معنية أخرى بهذه الأمور احنا أهم هو الجهة المنطقة بها التعاون معنا اللي هي الجهة الولاية الموجودة معنا اللي هي الأوقاف فبنتم تم بالفعل مخاطبة وزارة الأوقاف من قبل وزارة الأثار لتطبيق نص المادة 56 من قانون حماية الأثار لفضل العلاقة الإيجارية لشغيل هذه المحلات اللي هي بالفعل هي بتضر على الأثر وهي اللي بسببها بعض الشروخ والموجودة في الأثر اللي نتج عن الاهتزازات الموجودة عن الأعمال الغير صحيحة اللي موجودة التههيل الخاطئ وبالفعل إن شاء الله بعد ما يتم إزالة هذه المحلات يتم إعادة استخدام المكان ده تبقى لقانون حماية الأثر يا رب إن شاء الله كل التوفيق لكم طيب في سؤال الأخير يعني حضرك ذكرت مراحل في عملية الترميم المرحلة الأولى وهي المرحلة الوقائية إيه اللي بيتم بعد كده بالنسبة لعملية الترميم عشان ننتهي من ترميم هذا يعني الأثر الجميل اللي احنا موجودين فيه النهاردة مراحل الترميم بصفة عامة بتبدأ بمرحلة التسجيل والتوسيق بيتم تسجيل وتوسيق لجميع العناصر المعمرية والذكروفية الموجودة في أي أثر مش شرط في المسجد هنا في أي أثر سواء إسلامي أو إبطي أو مصري مراحل التسجيل والتوسيق هي أهم المراحل الموجودة في الأثر والمرحلة دي بتتم مش في بداية الترميم فقط لغير المرحلة ديت بتتم قبل الترميم أثناء الترميم بعد الترميم بيتم عمل ديكومنتيشن كامل لعمل الترميم بعد كده بيتم المرحلة التجربية المرحلة التجربية ديت بيتم تقييم المواد الترميم اللي هيتم استخدامها والطرق اللي هيتم استخدامها لعمل الترميم قبل ما أبدأ أعمال الترميم بيتم التجريب دوت يعني أنا ماجهة هشتغل في الحجر دوت ببدأ أخذ فحوص بعمل فحوص وبعمل تحليل وأعرف المكونات والعناصر والمركبات الموجودة في القطعة الأسرية عندي وبناء عليها ببدأ أعمل عملية تقييم جانب تجريب أقايم المواد اللي هتم استخدامها قبل ما أشتغل في الأسر أبدأ أقايم المواد اللي هستخدمها أي أن كان المواد اللي هستخدمها أبدأ أقايم عشان أعرف أنا هعمل إيه المواد وأبدأ أعمل خطة واستراتيجية لأعمال الترميم للأسر عشان يتم بطرق وعلمية سليمة دلوقتي إحنا موجودين داخل مسجد سنان باشا بمنطقة لعب العلة هنتعرف على أهمية هذا المسجد وأهميته الأثرية وتوجوده داخل هذه المنطقة وكيفية التعامل معاه وكمان هنتعرف على البناء الأثري لهذا المسجد هيكون ما شرفنا الآن وكاميرا البرنامج الأستاذ عبد المطلب سلامة مفتش أثار بمنطقة أثار غرب القاهرة أهلا بيك فان أهلا وسلم بحضرتك سيد أحمد شرفتنا في المنطقة شرف لنا فان بداية عايزة عرب بقى مين هو سنان باشا وامتى اتبنى المسجد ده في هذه المنطقة هو سنان باشا ده من قائد تركي متواجد في مصر أثناء ولايته للفترة الثانية في العصر العثماني سنة تسعمية تسعة وسبعين هجريا قام ببناء المسجد ويتميز القائد التركي هو كان مهندس معماري أصلا؟ هو من أشهر معماريين في الدولة العثمانية طبعا بالإضافة لأنه هو حنكته السياسية ومهارته وليه من المهارات اللي جعلته مميز في الفترة دية في عصر أربع سلاطين السلطان سليمان القانوني والسلطان موراد الثالث والسلطان سليم الثاني والسلطان محمد خان وكامل يتميز بالدهاء والحنكة فدخل حروب كتير مثلا انتصر على الزيديين في معارقة اليمن وغازى تونس واستولى على القلع بتاعتها وانتصر على الأسبان وتولى مناصب مهمة في العصر الدولة العثمانية منها مثلا منصب الصدر الأعظم فترتين مختلفتين بما يوازي الرئيس وزراء مثلا؟ تمام مزبوط نقوليه طبعا كتير من المنشآت المعمارية والمدنية اللي انشأت في مصر منها مثلا مسجد السنان باشا اللي احنا نتكلم عنه ده المسجد ده طبعا تاريخه بيرجع لتسعمائة تسعة وسبعين هجريا من أشهر المساجد التاريخية والأسارية في منطقة بولا أبو العلام ومنطقتنا كمان بتتميز ان فيها عصار اسلامية بترجع للعصر العثماني والعصر المملوكي ومنها مسجد سنان باشا ده باستاذ زعبد المطلب عاوز عرف من حضرتك بقى التصميم المعماري شكله ايه للمسجد هنا؟ تمام هو بالنسبة للمسجد بيتميز بتصميم فريد اللي هو طراز الأوبة طراز الأوبة ده هو عبارة مسجد كله عبارة عن أوبة بس تمام مسجد صاحن مغطى بقوبة مركزية القوبة بتاعتنا بتتكون المسجد بتكون من مساحة مربعة بيغطيها أوبة مركزية الأوبة دي بتتكونت من خلال الارتكاز على أربع حناية ركنية لتنفيذ مساحة مربعة بترتكز عليها الأوبة المركزية تمام؟ والمسجد بين الداخل فيه عناصر متميزة كتير زي مثلا المنبر زي دكة المبلغ زي بصحة ديك في الحناية الركنية هتلاقي فيه ألفاظ زي لفظ الجلالة الله ويلفظ أكبر وفيه في حناية تانية اللي هي خلفها في حضرتك ألفاظ ذكزاجية وكلها منفذة باللون المشهر تمام اللوان المشهرة دي كانت من السمة المميزة للأحجار في الفترة دي هل فيه مساحات أخرى بجانب المسجد تابعة للمسجد أو كده؟ هو المسجد بتمايز بوجود حديقة محاطبة من جميع الجهات ودي عنصر فريد في مسجد سنان فبنلاقي وجهات المسجد بتطل على الحديقة كل وجهة بتطل ببائكة بترتكز على أعمدة رخامية وعلى دعامات حجرية والوجهات فيها عناصر زخروفية على شكل جماعت مستديرة الجماعت دي فيها أشكال زخروفية وهندسية وأشكال مفرغة من الجس وفيه برضو بعد الجماعت فيها ألفاظ كتابية زي مثلا لفظة الله ربي دي حاجات مميزة جدا للمسجد وكمان عاوز أضيف حاجة بالنسبة لأوبة المسجد أوبة المسجد دي تكلم عنها يا جبارتي في العصر وقال إن هي قبة كأنها صنعت في مصنع السماء فبصراحة الأوبة هنا بتحس فيها براحة الأنفس أنا بسميها أنها كبة راحة الأنفس تحس إن فيه خشوع وتقرب لله وتبحرك من عالمك الأرضي إلى عالمك السماوي ففيه نوع من الروحانية في المسجد ده بالذات يعني دي حاجة لوحد أي حتى زائر أو ضيف بيجي لنا المنطقة بيحس بال وأكيد أنت مرتبط كمان بالمكان من سنين طويلة تمام المسجد من أكتر سجد المحببة لجميع الناس في المنطقة منطقة بلاء كل الناس المترددين بيحبوا مسجد سنين باشا تمام فيه علاقة وسيقة بينهم وبين بعض تمام إمتى بيصنف المكان أنه أثري وإمتى بيطلق عليه يعني بيتقال عليه أن ده يندرج تحت الأثار المصرية بس يا فندم الأثار المصرية أو الأثار الإسلامي بيليه مسيمات مميزة مثلا المأزانة بتاعته بتبقى مثلا على طراث فريد مثلا موازن مساجد ومأزن العصر عثماني فيها بتاعت شبه القلم الرصاص فزنة متميزة وفريدة شبه القلم الرصاص مخرطية الشكل كمان مثلا مبص على الموجود مثلا دكة المبلغ المنبر فيه عناصر كثيرة مثلا متميزة في المسجد زي المزولة المزولة دي لوحة حجرية كانت بتحدد توقيت الصلاة من خلال سقد والشمس عليها فبيحدد تاريخ وقت كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة بانتهاء لقاءاتنا واللي كنا فيها من داخل مسجد سنان باشا الواقع بمنطقة بولاء أبو العيلة تعرفنا على الأهمية التاريخية والأثرية بالنسبة للمسجد وكمان شفنا عملية الترميم المكلفة من وزارة الأثر المصرية بنتمنى حلقتنا تكون لالتعجبكم ودائما على وعد بلقاءات متجددة وبرنامجكم حدث في مدى